بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل عرض الروبوت جيومترز وبنروح للنوع الثالث اللي هي السكارا روبوت السكارا يعتبر حالة خاصة من السيلندر كروبوت بس زوده فيه ميزة سهلت علينا شوية هنتكلم عليها فنتكلم بس على السكارا فبيقول لي هي اختصار Selective Compliance Assembly روبوت 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 لدي الميزة الوحيدة اللي بيتمكنه انه يبقى عندي اللي هو الارم بتاعه اللي هو الريتش اصبح في الجوينت اللي هو موازية للفلور واللي هي بتمكنه من انه يعمل مانوفر ارون دي او بستاكل تعال نشوف الشكل بتاعه ادي الجوينت اللي بنقول عليها دي اللي زادت فيه اللي هو ايه السكارا زي ما احنا شايفين هو نفس الارم بس كان الارم اللي هو موجود فيه السيلندر كان كان صولد فما كانش يمكنه انه يعمل مانوفر ارون دي اوبستاكل تعال نشوف عندنا زي ما عملنا في السيلندر النقطة اللي هي والكارتيزي النقطة اللي هي X بناشر Y ب موجودة A و B حوالين القلب دي عشان نقدر نوصل كان الريتش صولد في السيلندر كان هنا اصبع عندي القلب اللي موجود فبيقول لي خد المثلث ده برد برد زي ما اشتغلنا كده وقال لي ايه انا عندي في المثلث ده ادي الار اللي هي الريتش اللي عايزين نحسبها او اللي احنا حسبناها من السيلندر كان هنا بقى محتاجين نعرف مين محتاجين نعرف الزاوية بيتا وزاوية ألفا طب بيتا دي هنستفيد بها بايه اللي ما هونت عندك اصبح الزاوية بيتا مع الروتيشنل انج الجاما هم دول يبقى الدوران اللي تم عشان نقدر نوصل لان احنا نلف البيز انج وعندي الزاوية ألفا اللي هي بتاعت القلب هي دي اللي وصلتني جبناه مش قلنا ان الار بتساوي سكوير ووتز بتاع الاكس سكوير زائد الواي سكوير وطلعنا الار طيب هنقدر نجيب بيتا ونقدر نجيب ألفا اللي دي قاعدة اللي هي المثلس الحد الزاوية اننا نقدر اقول ان ما تيجي نشوفها على طول في السلايد ان هي المجورين تربيع مينس المقابل تربيع طبعا احنا حسبينها قبل كده والجاما حسبينها قبل كده من السلندر كروبوت وعرفنا اما تكون اكس نيجاتف واي بوزتيف واي بوزتيف واي بوزتيف ازاي بنعملها جينا بس اللي زاد على الكوزاين بيتا هقولها عشان اجيب البيتا هقول كوزاين بيتا بيسو A سكوير اللي هما الاتنين المجورين للزاوية زاد R سكوير منس B سكوير ديفايد 2A في R كده طلعت قيمة بيتا هطلع قيمة الالفا اللي هي بتاعت الالبوم بيقلي B سكوير زاد A سكوير ناقص R سكوير على 2B A طلعت قيمة الالفا فبيقول if alpha is negative add 90 if بيتا is negative add 90 تعال نشوف هنا هنقول اني هنا عشان اوصل للنقطة عملت البيز زاد shoulder يبقى gamma زاد بيتا جمعتهم على بعض وبعدين قلت الالبوم اللي هو الالفا وبعدين عندي الزد اللي هي 13 هنا اتحرك ناقص اتنين انجل واحد لينير يبقى انا كل شوية بتحرك بغير لينير الى rotational فبيقول the linear axis is the height اللي هو z the angles are the base and shoulder angle اللي هو gamma زاد بيتا and the elbow angle اللي هي alpha تعال نشوف الفيديو داي يوضح لنا الاسكارا روبوت بيشتغل ازاي ادي الاسكارا روبوت ادي الجوينت اللي بنتكلم عنها اهي فهنا بيتحرك بنفسه up and down موجودة اللي هي z اللي قلنا عليها بثرتين وادي الالبوانجل متحققة شوف هاي غير زاوية الالبوانجل راح pick the ball ادي اللي بيعمل بها maneuver اهي اللي انا بشور عليها بالماء اهو خلاص دي بادي الالبوانجل اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي gamma الالبوانجل اللي هي gamma اهي ادي البيز انجل اللي هي gamma وهذه alpha اللي هي بتاعة الالبو وهذه الزاوية اللي هي beta اللي حسبنا